حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وطنية المجيدة للعرابي عن اعتزازنا بقيادة جلالتكم الحكيمة وبما أنجزته مملكة البحرين من خطوات كبيرة على طريق التقدم والتنمية المستدامة وتحقيقا لطموحات شعبكم الوفي المحبي لجلالتكم ندعو الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ويبارك خطاكم في كل ما تسعون إليه من خير ونهضة لوطننا العزيز والله يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة احتفالاتنا بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية والذكرى السابعة عشر لتسلمنا مقاليد الحكم والذكرى الثانية ليوم الشهيد وتحتفل مملكة البحرين بهذه المناسبات وقد حققت إنجازات عميقة في التنمية والديمقراطية وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نشكر سموكم العزيز على تهنيئتكم لنا ونشيد بدوركم فيما أنجزته مملكة البحرين الغالية سيما وأن لحكمة سموكم وخبرتكم العميقة الدور البارز فيما نذهب إليه ونتطلع دوما إلى مستقبل زاهر دائما لمملكة البحرين حفظ الله سموكم ورعاكم وأسبغ عليكم نعمة العافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحر كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية تهنيئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق وأخلص آيات التهاني وأطيب التبركات أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية وذكرى الخامسة والأربعين لانضمام مملكتنا في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى السابعة عشرة لتسلم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم في هذا اليوم من أيام الوطن الغالي مناسبة نستذكر فيها منجزات هامة ومكتسبات تحققت على صعيد تنمية الوطن والمواطن والتي جاءت بناء على رؤيتكم الشاملة ونهجكم القويم الذي نسير جميعا على خطاه من أجل المزيد من البناء على ما تحقق على هذه الأرض الطيبة التي تحتفي بالعطاء والإنجاز كما نستذكر أيضا بمزيد من الفخر والاعتزاز ذكرى أبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وميدان الشرف هذه التضحيات التي خلتموها جلالتكم وخصصتم لها يوما وطنيا لتقدير شهداء البحرين وبالأمس القريب احتضنت مملكة البحرين وبرئاسة جلالتكم قمة مجلس التعاون الخليجي الذي أكدتم فيها دوركم البارز في تعزيز منظومة التعاون الأخوي وحرص جلالتكم على أن تكون مملكة البحرين داعمة ورافدة لكل مسعى من شأنه زيادة التعاون والتضامن سواء على الصعيد الخليجي أو العربي وهو ما يؤكد توجهكم الأصيل الذي أسهم في تعزيز المكانة التي تحوزها مملكة البحرين كدولة محبة للسلام والتنمية وخدمة القضايا الإنسانية داعيا الله سبحانه وتعالى يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة بالمزيد من الخير والنماء مجددا لجلالتكم في هذا اليوم الوطني الغالي الولاء والعهد لمواصلة المسيرة مستلهمين نهجكم السديد لتحقيق توجيهاتكم السامية لكل ما فيه خير وصالح المملكة وشعبها العزيز ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم خالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية ونود أن نشكر سموكم على تهنيئتكم لنا بأعياد وطننا العزيز واحتفالاتنا الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمام مملكتنا في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية والذكرى السابع عشر لتسلمنا مقاليد الحكم والذكرى الثانية ليوم الشهيد وإننا لن نعتز أي معتزاز بتضحيات وبذل شباب مملكتنا في سبيل الوطن وعزته وكرامته ونحن نستحضر في هذه الأيام الخالدة لدور سموكم الكبير في تحقيق المنجزات الكبيرة في حقوق للشباب والتنمية والديمقراطية حفظكم الله وبارك فيكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعا ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفنا يا صاحب الجلالة نرفع إلى مقامكم السامي أخلص التهاني وأطيب التبركات بمناسبة ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة ككيان عربي إسلامي قبل أكثر من مئتي عام وذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى السابعة عشر لتسلم جلالتكم حفظكم الله مقاليد الحكم وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تأتي هذه المناسبات الوطنية المباركة ومملكة البحرين تزخر بالخير والرفعة والنماء وهي تحظى بقيادة حكيمة وبرؤية سباقة من لدن قائد فذ كجلالتكم تجعل من البحرين كدائم عهدها نموذجا للتعايش والتسامح ومنبعا للسلام والاستقرار ومركزا للتنوير العلمي والثقافي ولا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا إلا أن نجدد لجلالتكم التقدير والامتنان على ما تشده شؤون المرأة البحرينية من رعاية ومساندات ملكية مستمرة أدت ولله الحمد إلى رفعة مكانتها وانهوض مستويات مشاركتها في كافة ميادين العمل الوطني لتتجاوز بذلك مراحل الرعاية والتمكين ولتكون اليوم قوة عمل وعطاء قادرة ومؤهلة عن جدارة في رسم ملامح المستقبل المشرق لوطننا الغالي وفي الختام نكرر لجلالتكم خالصة هنينة بأعياد الوطن المجيدة داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويمدكم بمفور الصحة والعافية وطول العمر وأنتم تواصلون جهودكم الخيرة ومساعيكم المخلصة لأجل رفعة البحرين ورخاء شعبكم الوفي وكل عام والبحرين تنعم بقيادتكم ودمتم جلالتكم في حفظ الله سالمين قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فيما يلنصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظه الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تلقينا تهنئة سموكم لنا في أيام الذكريات المجيدة لوطننا العزيز ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمام مملكتنا في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية والذكرى السابع عشر لتسلمنا مقاليد الحكم والذكرى الثانية ليوم الشهيد مما كرس لمملكتنا شرف التضحية والبذل وإننا نستحضر في هذه الأيام المجيدة دور سموكم في النهضة بالمرأة البحرينية وتحقيق إسهاماتها الكبيرة في نهضة مملكتنا وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والتنمية إن لإسهامات المرأة البحرينية بقيادة سموكم الأثر العميق في تقدم مملكتنا مما يحقق لوطننا كل أسباب الرفعة والرخاء حافظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين